اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص البحرين المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة لمركز حالة بوماهر الصحي بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالقطاع الصحي وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية والاطلاع على مستجدات تطبيق مشروع التسيير الذاتي والذي يندرج ضمن مظلة برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي وأشار معالي إلى أن مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية انطلق لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية إلى جانب توفير حرية اختيار مقدم الرعاية الصحية وتعزيز التنافسية لتحسين جودة الخدمات وخلال الزيارة اطلع معالي الشيخ محمد بن عبدالله ووزيرة الصحة على مستجدات توزيع بطاقة صحة على المواطنين القاطنين في محافظة المحرق وبدورها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد على تبني المزيد من المبادرات والبرامج الكفيلة بتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة وزيادة رضا المستفيدين منها مضيفة بأن برنامج التسيير الذاتي يعد من أبرز المشاريع التي تم تدشينها والتي من شأنها أن تسهم في دعم النظام الصحي القائم على الرعاية الأولية وإتاحة حرية اختيار مقدم الخدمة المفضل للمواطن وذلك بما يعزز الصحة والوقاية والجودة